من عمان ينظم إلينا دكتور سخر الخصونة أستاذ التشريعات الإعلامية وخبير أمن المعلومات دكتور سخر الموضوع الجرائم الإلكترونية لم يعد محصورا فقط في جرائم النصب والاحتيال والجرائم المالية وإنما ذهب إلى ما هو أخطر وأبعد بكثير ذهب إلى أنه بات يهدد حياة الشباب الأطفال المراهقين ويهدد سلوكياتهم وينشئ جيل فيه نسبة كبيرة من الأطفال أو الشباب المنحرفين أخلاقيا بسبب بعض الجرائم الإلكترونية لماذا برأيك؟ يعني ابتداء المساء الخير لحضرتك ولأكافة المشاهدين بداية هو موضوع الجرائم الإلكترونية وموضوع العصر وموضوع الحديث واثنين بكل استخدام جديد للتكنولوجيا أو بكل استخدام جديد بحضاري هو ينشأ عنه أيضا استعمال سيء واستعمال جيد فبالتالي الاستعمال السيء هو أدى إلى وجود نسبة كبيرة من الاختراقات هذه الاختراقات زي ما جاء في تقريرك وجاء منها ضد يعني جرى استخدام هذه الوسائل من أجل بث خطاب الكراهية جرى استخدام هذه الوسائل من أجل الاعتداء على الحياة الخاصة ومن أيضا جاءت هذه الوسائل في بعض الأحيان كتشكل جزء من حقوق البيانات قلنا عن الاستخدام الخاطئ دكتور هذا يمكن أن ينطبق على الشباب البالغين ولكن اليوم هناك جرائم تحر الجنسي تحدث يتعرض لها الأطفال هذا الطفل غير قادر على أن يميز ما هو الصح وما هو الخطأ الاتفاقيات الدولية أو الجرائم الإلكترونية في كل العالم هي تحمي الأطفال من الاستغلال الجنسي وتحمي من استخدام الأطفال كمادة للمواد الإباحية الجنسية فبالتالي هذه الجريمة الأخطر الجرائم التي نواجهها سبب خطورتها أنها جريمة عبر القارات وسبب خطورتها أن عدم القدرة على السيطرة عليها فهي تحتاج أيضا بقبل السلطات الرسمية هي تحتاج إلى رقابة أولياء الأمور على أطفالهم وخشية استخدامهم اثنين استخدام الهواتف الخلوية والذكية التي فيها كاميرات أيضا وأدت أيضا أن الأطفال بتم استغلالهم بأمل على تصوير نفسه بتم إرسالها إلى جهات غير معلومة وبالتالي بتشكل جريمة ويعاد استخدام هذه الصور بمواد إباحية أو مواد بقبل السلطات الرسمية بالإعلان وشركات التجارية ألا يشكل أيضا عامل مهدد وخطير الشركاء في الشركاء أول شيء مرتكب الجريمة هو مسؤول قانونا ويتم ملاحقته اثنين الناس اللي بقدموا هذه الخدمة كسيرفرات وكشركات بتقدم هذا المحتوى أيضا هي مسؤولة لكن أنا ما بتحدث عن المسؤولية الاجتماعية وبتحدث عن مسؤولية الآباء والأمهات في مراقبة أبنائهم قد تكون هي أكثر نجاعة وأكثر فائدة لأن مشكلتنا في هذه القضايا تحديدا بأن المجرم هو ليس من نفس البلد المجرم هو في مكان مخفي فبالتالي يحتاج إلى إجراءات لمعرفته اثنين عم بحول دون أحيانا القاء القبض عليه اللي هي إجراءات قضائية من حيث أنه مخاطبة الإنتر بول القاء القبض عليه هل يوجد اتفاقية تسليم هل لا يوجد اتفاقية تسليم أيضا نتحدث دكتور عن شركات كبرى في عالم الإنترنت شركات معروفة ومشهورة جدا تبثوا أو تسمح لهذا المحتوى أن ينشر عبر قنواتها هنا مسؤولية من أين هو القانون الدولي في حماية هؤلاء الأطفال إشكالية الشركات الكبرى بأنه دائما باستمرار عم بتحاول تتنصر من المسؤولية بتقول أنه عم بتحط مجموعة من الأسئلة أنه هل أنت بالغ راشد عاقل هل تستطيع أن هذا الموقع مخصص للفوق الثمنتاش وتحاول أن تتنصر من المسؤولية لكن فعليا لو جرت مقاضات هذه الشركات يمكن بكل بساطة هي مسؤولة عن المحتوى الضار الذي تقوم ببثه وخاصة إذا كان هذا المحتوى بشكل استغلال الأطفال القصرة وذوي العاقات طيب اليوم نحن نتحدث عن الجرائع لكن للأسف لا توجد متابعات قانونية من قبل أشخاص اللي بتعرضوا مثل هذه الأفعال فبالتالي أيضا القانون والسلطات المختصة في كل دول العالم تقف عاجز عن عدم وجود شكوى لتحريكها وبالتالي لابد من وجود وعي بأن كل شخص بتعرض إلى مثل هذه الأفعال أن يبادر إلى الاتصال مع الجهة المعنية لجهة التحقيق وبالتالي يمكن يمكن فعليا أنه من خلال وجوء القضاء الحج من كثير من استغلال المحتوى الضار التي تتبثه الشركات الكبرى وضحت فكرتك أشكرك جزيلا دكتور سخرة الخصاني أستاذ التشريعات الإعلامية وخبير أمن المعلومات كنت معنا من عمّان ترجمة نانسي قنقر